اشتركوا في القناة والاسلامي يعلم بأن مصدر اسم الكودس هو أصلاً بيت الماكدس. هذا هو ما ذكر الأخ في الستوديو. بيت الماكدس ليس إلا الصورة العربية لبيته مكداش. هذا هو الهيكل اليهودي. هذا دليل من اللغة العربية بأن هذا المكان كان بيته مكداش اليهودي. وهذا انتكل إلى العربية بإسم بيت الماكدس. وهذا هو أصل. كل من له كترة عكل في رصه يعلم هذه الحقيقة. ولكن نحن نشوف أقولك بمنتهى الصراحة نحن في إسرائيل لا نعتقد بأننا نريد السلام مع العالم العربي. ليش؟ لأن فاقد الشاي لا يعطيه. العالم العربي لا يعلم ما هو السلام. وأنتم فاقدون وأنتم فاقدون. شيخ شيخ هو. بس أنا بدي أذكره. شيخ 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 شيخ. تلابت مني أن أسكت. تلابت مني أن أسكت. تلابت مني؟ شوف ما يدور بين السنة والشيعة. شوف ما يدور بين الكرد والعرب. شوف ما يدور بين كبائل ليبيا وكبائل يمن. شوف ما يدور بين إيران وباكي الدول العربية التي تأخذها كالبيد من الأرض. والعالم العربي الساكت فاشل. ليس له سلام لا داخليا ولا خارجيا. نحن سنكون سعداء للاندمام للسلام العربي. إذن إيمان السلام بينكم بين الكبائل وبين التوافق وبين الأديان وبين المجموعات الإثنية. نحن سنندم للسلام العربي. ولكن العالم العربي اليوم مستنقع من النار والدموع والدماء. من يريد التقرب منكم؟ من يريد أن يتكلم معكم؟ العالم العربي فاشل. الأمر المسلمية فاشلة. من يريد من يريدكم؟ نحن دولة متكادمة. نحن دولة ديمقراطية. نحن دولة متطورة. أو إي سي دي. التب في إسرائيل. لو فتحت إسرائيل أبوابها أمام العرب. لا انتقل نصفهم إلى إسرائيل في اليوم الأول. والنصف الثاني في اليوم الثاني. هذا هو الحقيقة الناسية. التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. أوهام. حتى ولو ساحة في استوديوهات الجزيرة. ترجمة نانسي قنقر